اشتركوا في القناة لم يحقق فيلم Return of the Jedi ربحا لكنه حصد 500 مليون دولار من ميزانية 40 مليون دولار أمريكي وقامت هوليوود باختراع شركة استوديوهات وهمية لتدفع لهم مبالغ زائفة بغرض تقليل أرباح الفيلم بحيث لا تدفع جزءا من الأرباح للممثلين الموهوبين دافيد بورس الذي لعب دور دارت فيدر لم يحصل على نصيبه واستعان ستانلي بالقضاء للحصول على حصته من أرباح الفيلم سبايدرمان في المرتبة التاسعة الفيلم الذي تسبب بالسرطان تم تصوير لقطة فيلم المنتصر The Conqueror بطولة جون واين في دور جينكيز خان في وادي إسكلانتي في منطقة يوتا كان موقع التصوير يقع على بعد 240 كيلومترا من أحد المنشآت النووية الأمريكية وقد تم إجراء أحد عشر نشاطا نوويا قبل عام واحد فقط من وقت تصوير الفيلم بعد ثلاثة أشهر من أعمال التصوير في ذلك المحيط ملوث الهواء والماء قام منتج الفيلم بجلب ستين طنر من تلك التربة النشطة إشعاعيا إلى الأستوديو خلال خمس وعشرين عاما من ذلك تم تشخيص حوالي نصف العاملين في الفيلم بمرض السرطان ويقال إن أحد الأطباء علق على تلك الحادثة بالقول إن ما حدث يمكن تسميته وباء سرطانيا في المرتبة الثامنة الانتقاد الزائف للأفلام قامت سوني بتلفيق أحد ناقيد الأفلام يدعى ديفيد ماتينغ بهدف دعم الأفلام من خلال النقد الجيد لخداع الناس ودفعهم إلى الحضور لمشاهدة أفلامهم أمثلة على تلك الأفلام فيلم الحيوان The Animal وفيلم حكاية فارس A Night's Tale والذين تعرض للنقد الحاد من قبل النقاد الحقيقيين عندما تم كشف ذلك الخداع قام زوج بمقادة سوني بتهمة التضلل والنقد الزائف وقد ربح القضية وكان على سوني أن تدفع مليون ونصف المليون دولار للأشخاص الذين تم خداعهم ذلك يعني خمسة دولارات لكل شخص في المرتبة السابعة الحيوانات تتعرض للأذى العنوان الذي يظهر خلال بداية عرض الفيلم لم يتعرض أي حيوان للأذى ليس له أي معنى في حقيقة الأمر وقد تم عرضه في أفلام شهدت حوادثة أدت إلى جرح بل ومقتل بعض الحيوانات خلال إنتاج فيلم The Hobbit مات حوالي 25 حيوانا من الأغنام والمعز بسبب التعب والجفاف لكن منتجي الفيلم نجحوا في التنصل من ذلك زاعمين أن الحيوانات ماتت خلال فترة توقف في إنتاج الفيلم كذلك النمر الذي ظهر في فيلم Life of P تعرض لحادث وكان على وشك الغرق كما تعرض أحد السناجب البرية للسحق خلال إنتاج فيلم Filer 2 Lunge وماتت عشرة الأسماك خلال عمل فيلم قراصنة البحر الكريبي حيث يحصل الفيلم على تنازل عن الحق وتنصل من المسئولية إن كانت تلك الإصابات غير متعمدة أو ليست خطيرة في المرتبة السادسة القائمة السوداء في الخمسينيات من القرن الماضي منع عدد من الممثلين والمخرجين والعمال من العمل في هوليوود بتهمة التعاطف مع الشيوعية رغم عدم الأدلة على ذلك في أكثر الحالات كان من بين الأشخاص الذين وضعوا في القائمة السوداء من قبل استوديوهات هوليوود أرسن ويلز وشارلي تشابلن والذي تم إلغاء رخصته وحضره من دخول الولايات المتحدة عام 1952 ولم ينتج بعد ذلك سوى فيلمين فقط لم تكن القائمة السوداء تلك خاصة بالمتعاطفين مع الشيوعية فعندما كشف الممثل كليف روبرتسون فضيحة اختلاس تورط فيها رئيس كولومبيا بيكتشيرز تم وضعه في القائمة السوداء أيضا في المرتبة الخامسة ممثلون مجرمون هناك العديد من ممثل هوليوود الكبار الذين ارتكبوا جرائم باشعة فعندما كان الممثل ماركو أولبرغ في السادسة عشر اعتدى على رجل فيطنامي في متوسط العمر وكان يشتمه بكلمات سيئة وقد سجن 45 يوما فقط بتهمة الشروع في القتل كما قام الممثل شومبين بضرب زوجته مادونا في راسها بمضرب البيزبول وزعم أنه اقتحم منزلها وربطها بكرسي لمدة تسع ساعات ليتمكن من الاعتداء عليها بل حتى الممثل الأسود ويل سميت تم اعتقاله مرة في قضية اعتداء تسببت في فقد أحد الأشخاص للرؤية في إحدى عينيه وبرغم ذلك فقد تم إسقاط التهمة لاحقا في المرتبة الرابعة ثروة الممثل الطفل كوغان قام والداء الطفل الموهوب جاكي كوغان ونزيج تهر في عشرينيات القرن الماضي بالاستيلاء على ثروته البالغة 60 مليون دولار أمريكي أنفقت والدته وزوجها أرباح كوغان في المعاطف المكسوة بالفراء والمجوهرات والسيارات الفاخرة وقد أعلن زوج والدته أن كل دولار يربحه الولد قبل بلوغه الحدية والعشرين من العمر هو من حق والديه وأن جاكي لن يحصل على سنت واحد من أرباحه على الرغم من أن جاكي لجأ للقضاء لإنصافه إلا أنه لم يحصل سوى على مليونين ومائة ألف دولار فقط عام 1939 صدر قانون كوغان لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث ومع ذلك فلا زالت نسبة كبيرة من أرباح الأطفال غير محمية حتى اليوم في المرتبة الثالثة المساوات بين الجنسين في أرويقة هوليوود لازالت فجوة الأجور بين الجنسين كبيرة جدا حيث وصلت نسبة بين أعلى أجر حصل عليه ممثل أكثر بمرتين ونصف من أعلى أجر حصلت عليه ممثلة كذلك يحصل الذكور على وقت مضاعف للظهور على الشاشة مقارنة بالإناث كما أن نسبة الأفلام التي أدت فيها ممثلة دور البطولة تبلغ 15% فقط المحابات الذكورية لم تتوقف عند هذا الحد فإحصائيات الأفلام التي أنتجت عام 2012 أظهرت أن إجمالي الشخصيات الرئيسية من الإناث بلغت فقط 28.4% وبالنسبة لأكثر 100 فيلم حصدا للأرباح فنسبة الإناث العاملات في الإخراج والكتابة والإنتاج بلغت 16.7% فقط في المرتبة الثانية صناعة الأفلام عالم مليء بالمخاطر منذ العام 1980 توفي حوالي 50 شخصا في حوادث متفارقة خلال إنتاج الأفلام غالبيتهم من ممثل المشاهد الخطيرة فقد وقعت حوادث أدت إلى الوفاة في أفلام مثل توبغان وتريبل إكس واكسبونديبلس 2 لعل أكثر الحوادث مأساوية كان الحادث الذي وقع أثناء تصوير فيلم الفجر الكاذب تويلايت زون عام 1983 حين تسبب انفجار للألعاب النارية في تحطم طائرة مروحية ومقتل ثلاثة ممثلين حيث انفصل رأسا ممثلين أحدهما طفل في السابعة كان قد تم توظيفه في الفيلم بطريقة غير مشروعة لكن تم إعفاء المتورطين من أي تهم في المرتبة الأولى الرقابة النازية ذكر المؤرخ بن أرواند أن هوليود نسقت مع جهات نازية لضمان عدم حظر أفلامها في دور السينما في ألمانيا النازية ويعتقد أن استوديوهات هوليود كانت ترقب الأفلام التي تتضمن مشاهد تضر بهيبة الألمان وكانت توقف بعض الأفلام التي تؤيد الديمقراطية أو تلقي الضوء على معاناة اليهود الألمان أضخم الأستوديوهات في ذلك الوقت أستوديو مترو جولدنماير قيل إنه استثمر في المشروع الألماني لإعادة التسليح كما قام أحد مسؤوليها بتطلق زوجته اليهودية رغبة في تأمين علاقة جيدة بناء على نصحة من وزير الإعلام الألماني وقد ماتت فيما بعد في أحد معسكرات الاعتقال النازية إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ تريدون لبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحي مجلة الوثائقيات انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجلة الوثائقيات في كل لحظة جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة